كيف الحال أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدين مرحبا بكم معنا في فضل الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال من حلقات يوم الجمعة اللي كان بغي نقترح عليكم فيها شحويجات هكذا اللي تنفعكم في الحياة ديالكم ونقتسموها معكم وهذه الحلقة هذه ديالآخر الموسم بغينات ناخد منها فوائد اللي ممكن نستفدو منها خاصة خلال هذي الأيام ديال العطلة بزاف ديالناس اللي هم الآن مقبلين على عطل فباش ما تكونش العطل يعني تكون فيها راحة نفسية راحة جسدية ويكون فيها كذلك تعلمات غدينترقوا اليوم الموضوع ديالتعلومات التعلم الداتي عبر الانترنت التعلم الداتي الغير أكاديمي عبر الانترنت وغانتكلموا في هذا الموضوع هذا مع خبير في التحول الرقمي الضيس ديالنا الأستاذ هشام لوتفي صباح الخير صباح الخير مرحبا بيك وشكرا على تلبية الدعوة هذا الموضوع ديالتحول الرقمي هو موضوع الساعة يعني الجائحة بينات الأهمية ديال الرقمنة في كل مجالات الحياة بما فيها التعلمات الآن كانت تعلم اللي تفرض يعني الأشياء اللي هي إجبارية طبعا وكان الأشياء اللي بحال هاتش اللي غنتكلمو عليها اللي إضافات للإنسان تقدر تنفعه وعلاش اللي تفتح له أبواب جديدة منها هات التعلمات يعني التعلم الداتي في مجالات متعددة كسبقوا تكلمنا على اللي موك وتكلمنا على اللي فورماشون عا ديستانس وهذا الحوايج هذه ولكن فسرها لنا أكتر باش الناس يستفدوا منها شو تنقصدوا بها هات التعلمات مثلا هات اللي فورماشون سيرتيفينت مثلا بعد مرة نستطيعون فيها واحد شواهد فين ممكن لقوها شنو ممكن نستفدوا منها إلى غير ذلك نعم وهذا التعلم الداتي سأمان حاجة ماشي جديدة هي كانت قديمة زيما والناس هنا كان عقلو كمشور خزانات في الصيف كيكونوا عامري تقلب على شي كتاب هذا كان شوية المسألة صعبة ودبا مع أنترنت اللي كان نظهر هذا واحد كل وعشرين السنة الأخيرة يعني كينا المحتوى كتير ولكن هو ما يمكنش بحر كبير واحد يقدر يضع فيه بزيزا دبالي جديد في السنوات الأخيرة ومقلو 1-4-5-0-5-0 هو أنه لو منصات يكونوا منضمين السنوات الواحدة اللي يدخل كي يلقى فيه زيما كيحدد أهداف بسيطة ودك شو يقدر يتألم راسه وتكون دوك المنصات يعني ما كيعودوش الأستاذ ولكن كيكون دك شو نضم واحد طريقة من الضمان بتاني كتلقى المحتوى تكون مختلف إما فيديوهات إما إما عبارة الكتب تكونوا أسئلة فصت للترس وكتشوف المستوى اللي فيه انتا كتقدر باش تدوز المستوى آخر تدوز واحد تسمى تيست تيكون أولين تيكون هذا نعم كينين ديز أبليكاسيون كينين ديز أبليكاسيون وكينين منصات ديز أبليكاسيون كينين طرق كتيرة كتيرة باش نتعلمو الناس كتسألوا مع راسهم شنو الأفضل مثلا شنو الحاجة اللي غاديت وكالقاو دي فورماسيون كاللي كيقول لك خصك سينك سومان كاللي كيمشيوا معاك الأبعد من ذلك لشهور كتيرة قليل فاشكالقاو فتتعام يعني لا قليل هو اللي كيكون هو أنه كيكون واحد المورون ما كيكونش لك محدد بحال تعليم العادي العادي وأنه كيكون واحد المورون واحد كيحت هدف دياله يقدر يقرع وقت ما بغى نعم ما هو من الأفضل لأنه يحدد واحد هو يحترسو أهداف باش يوصل لها أهداف تكون بسيطة في الأول باش يحسب راسو بأنه كيستافد وكي يكيب بس كل غالبين الخطأ اللي كيدور لأنه مكيحتو أهداف ما يقدرش يوصل لها نعم و هو ما يهدرت على المينصات بنتي نقول هو أنه منضم بوحد طريقة وأنه بحالة كيتبقو معك وكيني طرق باش يتصلوا بك سواء عبر الإيميل سواء في التليفون ولكن كنت تخدم مثلا في الحاسوب ديارك تقدر تديرتها في الابليكاسيون بعد كيبقى كيفكرك سادية ما تقدرش تنسى يقول لك مثلا نذكر هاد هاد لقوخ هاد لقوخ هاد لقوخ تقدر تدير لقوخ ثم ما بغيت ولكن وخاك يقول لك رب قالك غير مثلا كي يحفز وحد شوية ذاك و كان عليها إقبال كان إقبال كان إقبال غير والناس ما عرفيش ماشي خاصة فقط بالناس كيبشوا الجامعات ولا التلاميذ مالناس خرين اللي كيكون تشكل هاد شعر هاد شعر إحنا بغيناك تكلم معنا في الموضوع هذا اليوم سيشا ما هو مثلا سيدات في البيت نعم و باش نوضح لهم بأنه واش فعلا أي حاجة بغيت نتعلمها يعني مني كنقوله غير نتعلم تعلم داتي كسكو جفيع أبخان مثلا من هاد المخصصة لتعلومات الداتية واش أي حاجة تحكي اللي بغيت نتعلم فيها نتعلم فيها أي حاجة قدرون نقوله لقوها غير خاصة نتأكدو من المصدر إما تكون شي جامعة معروفة ولا شي مؤسسة معروفة كن جامعة كبيرة كن جامعة كبيرة كدروا بعض الأحيان بالمجان و سيشا مني تنقوله مثلا التعلومات الداتية ونيماجين بأنه أي واحد أي سيدة أي رجل ولا أي شاب ولا حتى الأطفال ما كان ضنشكين واحد سين بنيسبة الأطفال في منصات مخصصة لهم مثلا أي واحد بغيت تعلم شي حاجة غالبا نشوفه دبا تمشي لكل تكوينات اللي عندها علاقة ديجيتال كيفش ندير لتسويق في الانترنت كيفش ندير هذه الأشياء هذه كلها ولكن شنو نقدروا للقاو مثلا حتى كان بعض المعلومات اللي لا تقدروا للقاو فالنوع مثلا الطب مثلا دي فورماسون اللي كبار بحالك دا ما يمكن ليناش نديروهم لا ما يمكن ليناش هو بعض المنصات قبل ما تبدأش يدرس ولا شي حاجات يقول لك عشان هو مخص المستوى اللي يكون عندك وكما قلت قادر قاعد تشوف دك شاشة كان أكد على الأفضل شو المؤسس المنصات منصات ديال التعليم اللي مدورين على دك شو كيشوفو المستوى ديك باش تعرف من ينتبه دك شلوك اكزاك تقول كل شي كامشي من اللغات سعما قدر رغض يعني حتى اللغات يقدر الإنسان مثلا يدار دي فورماشون هكا أو أوتو فورماشون ممكن كما قلت بسك كي مشي معاك يعني كنتو حتى ديال الدكاء الاصطناعي مثلا مثلا اللغات يقدر مثلا نشوف تالا pronونسيسون كبير كبير إنسان وكي دول لتست كبير تتشوف كبير مستوى دوز مستوى آخر مشي مشي إلا أنك مشيق وباش نتكون الناس هذه القدية تعتلى سيرتيفكات مثلا ني كانقولو فورماشون سيرتيفين تكتونها في هذه المنصات هدك شواهيد شنو كينش شواهيد مثلا اللي فسوق شو لتكون مطلوبة رغم أن مشي شهادة أكاديمية مشي وخم مشي شهادة أكاديمية مثلا نقولو هدك فورماشون سيرتيفكار مطلوبة مثلا لك هذك الواحد يقدر يدوزها وخم مشي فأيامين سا يدوزها ويخدها كتقدر تساعده مثلا وفصق شغل وش مطلوبين هدك فورماشون مثلا حلن محرجي واحد شخص وعندو لديبلوم ديالو كي يلغيبون لها دمان واشهد لفورماشون هدو كي يساعد الإنسان على أن يلقى شغل كي ينوحد لفورماشون اللي هما معروفين ومطلوبين بالساف حلاش مثلا بلو تكونوا مثلا في واحد في الاسبالي مثلا في الديبلوب من فورماتيك وعندو في الغيزو لكي تكونوا مثلا ديالشي شي لما ما نقولش الشركة الكبار ولكن تكونوا مطلوبين وممعروفين إذا كانوا كانوا زايدين عندي فلوسيفي عندي حضود أوفر وهادو كنت علمون بوحدي تعلمون داتي عبر المنصات دياله كنت شركة كي ديرو على المرات الأوقات كي يطلبوا شي شي فورماشون زمام ما تكونش مجانية ولكن كيني شو إخرين مجانين وحتمني ما تكونش مجانية كنظر التماني لما تكونش باههد بالساف هدو كي يكونوا معروفين وكين طلبين آدم بأداب لناس غير بالنسبة له يقدر عنده نقص في الوظيفة دياله مثلا يخدم في الوظيفة وخصوه غير ما يستعمل شي أنوتي بسيطة بحال إكسال هذا يقدر يدير تأول يدير هالراسه يتعلم وهذا الأهم أن الإنسان يستغل فرص ديال وجود هذه المنصات بشكل ومجاني يضيف تعلمات وحدة أخرى هي تغني لسيفيديا وتغني لسيفيديا وطبعة الحال وتعطي حدود أوفر للشخص أنو يلقى عمل هذا في حالة من إنسان يبحث على عمل ما كين ناس يريدون تفورميسي كمسا الراس يقدر بشي على الفور كين حتى من الطبخ كندون كين كالقا والباتيسخي كين موسيقى موسيقى آلات موسيقية كين الوحد كما قلت لك هذا التعلم الذاتي يجب أن يكون عصابي ويوصل لشي هدف مزيان بالنسبة ل الحياة الشخصية وقدر مجالات يهتم بهم وقدر يمشي لهم علمي يشوف التاريخ والجميل في هذا هو أن الإنسان يبقى عنده دائما الحس للتعلم والرغبة في المعرفة ومعمر الإنسان لا يحبس من التعلمات وهذا هو الأهم تشكرك بزيق يشام لطفي نذكر فقط أنك خبير في التحول الرقمي شكرا لكم كذلك مشاهدين كنتمنى أنكم تستغلوا هذه الفرص وأنكم تمشيوا تدروا تعلمات في مجالات المتعددة وهذا كل ما يمكن إلا يغني حتى الحياة اليومية وشكرا لكم على حسن المتابعة ونطلقوا بكم مجددا في الموسم المقبل بإذن الله إلى ذلك الحين نتمنى لكم كل الخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة